اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا أنا عارف هنا ميزة لكن قبل داما هنا ميزة ونزلت هناك طبعا تلازم تنزل برضو البيت على الهومبود مني اللي رح تنزل في المستقبل ويبتلشون الناس كلها فيها برنامج الهوم طيب قبل لمتا اسفي هذه الميزة قداما هنا موجودة برنامج الهوم لازم نشوف لها حل لازم في خيار هنا يطفيها أنا مراح أبتلش كل مرة حط الجوال قريبا من الهومبود مني تقعد تهز السماعة شو لها حل الهومبود العادية ما فيه هذه الشي لأنه ما فيها اليوان فيها ميزة أنك تنقل الصوت أنك تقربها على الجهاز بالضبط كده ورح ينتقل الصوت مثل ما نشوف وإنت بتمشي ترجع تحط السماعة كده رح يرجع الصوت عندك هنا في الجوال وتوقف هناك لكن أنا بمأنها بيتم حتى ترانسفير فروم آيفون أوكي بس أحينا بيرجع أنا ترانسفير أنا بي نكنسل الأصل أن هذا كده الحركة في الهومبود الغديمة أنك بس تقرب الجهاز يوم الهومبود تودي الصوت له ترجع تقرب الجهاز يوم الهومبود تأخذ الصوت بالهومبود يطفي ورجع الصوت عندك في الجوال وتشقل الصوت تشتغل على دائرك فحركة حلوة لكن الآن حركة أفضل صح أنه من بعيد وتعرفون كيف ينتقل الصوت أسفي إلى الآن ميزة حلوة لكن ميزة بعض أشخاص ما يرون يشقلونها الرينج ذي المحطوط فيه أني جهاز يحطه هنا يجلس كل شوي ويطلع عليه عندي كذا ويجلس يهز عندي الجوال لازم تمنحل هذه المشكلة وهذه الميزة في iOS 14.4 الموجودة في أشياء ثانية موجودة عندك في الجهاز في تعديلات على الأسماء بعض الأشياء داخل في الجهاز ما يحتاجد أن نتكلم عنها لأنه ما يعتبرون شيء ميزة قوية ننتظر حلوة بس في المستقبل هالأبر راح تشقل 5G هنا على الشريحتين شريحتين تشقل 5G على شريحة واحد طبعا مش على تنتين ما راح تكون عندك مدلا في 10G لا إلى الآن لو عندك مركب شريحتين ما تقدر تشقل ولا واحدة 5G تشقل واحدة انترنت تشتغل LTE تفصل شريحة تخلي شريحة واحدة تشتغل عندك 5G فنشوف قدام شو بتسوي كبطارية ممتازة جدا أنا الآن قمت شوي عرف قوة البطارية في الجهاز الآيفون 12 و بو ماكس يعني أفضلك بكثير من 14.3 لكن إلى الآن ما قدر حكم عليها لأن البيت الأول لنشوف البيت الثاني شو بيسوي لو نشوف لكم هنا مثلا استخدامي خلنشوف الستر دي مثل ما نشوف 6 ساعات ونص وأنا ما شحنته كامل مثل ما نشوف تحت المية كان الشحن فشي ممتاز 6 ساعة ونص تحت المية لو نشوف هنا يوم الجمعة اللي راح 9 ساعات يعتبر ساعة وشوي لكن في الاستخدام هنا فيستايم جلست عليه لدرجة يعني كلمت في الفيستايم مثل ما نشوف عندكم هنا ساعتين وشو كنت برة وكنت أكلم على 5G الساعتين يعطيك ألف عافية هنا مقطع على السفاري كنت بحث على شي 50 دقيقة مثل ما نشوف لكن هذا الاستخدام هنا 8 ساعات وشوي 9 ساعات أنا مستغرب من الجهاز نفسه لو نشوف أمس أمس كنت مسافر طبعا مع التوقيت اللي هنا موجودة كنت شحنته هنا فوق المية هنا قاعد يشحن نصنق على استخدمه 9 ساعات وأنا مسافر في خط وال5G تقطع وترجعت تشتغل فكل يعرف أن الشبك اللي كانت ضعيفة يصرف بطارية أكثر فأمس أو أول أمس البطارية كانت مش كويسة بالنسب لي لأن نصن الأماكن اللي قاعد أروح فيها ووقف فيها كل الشبكة مش كويسة اليوم ما أقدر أقول لكم شي يعني أنتوا تحكمون صح شحنته أكثر من المية وشوي يعني شحنته واستخدمته يعني نقدر نقول ساعة زيادة وفي الشاحن خلي قول 10 ساعات ونص كشل ساعة مثلا ممتاز ممتاز جدا 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 من اليوم لبكرة كاستخدام بطارية ممتازة فيستايم استخدمتها بين 5G وبين LTE في النص يعني أطلع شوي وأرجع وأنا قاعد أكلم مبرح يعني توقع الأشخاص اللي توهم الملكين يعجبكم للشي 5G ممتاز هنا في المكالمات معروفين الملكين كيف في المكالمات بس فكبطاري هل ما قلت لكم ممتاز جدا طبعا نحن كاتب لي توني داخل اليوم الثاني لأن الساعة عندنا ثلاث الفجر فبس ما في تعليق ما في أي شي ما واجهت أي شي النظام أنا بالنسبة لي هذا جاهز لكن أنا عارف دل ميزة اليوم اللي نزلت هنا في الهوم بودميني مش بس دل ميزة اللي رح تنزل في iOS 14.4 فأنتوقع في البيت الثاني والثالث رح تنزل ميزات قدام نشوف شي اللي بتكون ونتنظر البيت الثاني على السنة الجاية نشوف على توقيع أنا أن السنة الجاية ممكن ننزلون سبعة الجاية ما ندري لكننا نتوقع أن البيت الثاني ما رح تنزل السنة الجاية بس ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك فينا اشتراك في حساب سناب شات شارك في ضواتكم وعمل لك المقطع ونشارك المقطع ولا تنسوا المقدار دعاكم والسلام عليكم